أعلنت وزارة الهجرة نتيجة طلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين قاموا بأداء الاختبار لتحديد المستوى نهاية مارس الماضي يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إيجاد حلول لمساعدة طلاب العائدين الراغبين في التحويل لاستكمال دراساتهم في الجامعات المصرية هذا وتواصل وزارة الهجرة متابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات في أوكرانيا ممن تغيبوا عن الامتحانات ضمن الدفعة الأولى وكذلك الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم لأداء امتحانات تحديد المستوى عقب 15 من مايو المقبل